أعلنت الصين عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت أكد مركز حقوقي يمني أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها بما فيها الألغام البحرية في مختلف أنحاء اليمن مشيرا إلى أنها ما زالت تزرعها حتى اللحظة في كل مكان تضع يدها عليه وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في بيان أصدره إنه في الوقت الذي يحقق فيه العالم تقدما بالتخلص من بقايا الألغام الأرضية فأن اليمن يغرق بحقول لا متناهية من الألغام المسروعة بشكل يستهدف المدنيين على وجه الخصوص